غضب الرجل على المرأة موجب للعقوبة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب لعن الملائكة على أمرين على مهاجرة المرأة متاركة المرأة عباء المرأة المجيء إلى فراش زوجها وأن يبيت غضبان عليها فلو أنه لم يغضبه ذلك لم تلعنها الملائكة فدل ذلك على أن مجموع الأمرين يحصل به العقوبة المذكورة